ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المتخصص في شؤون العالم العربي والعمل بصحيفة يديعوت أحرانوت أن الطائرة هبطت بمطار الجزائر قبل دقائق ومن جانبه أكد الصحفي إيطاي بلومينطال الذي يعمل بنفس الصحيفة التي يشتغل بها زميله سلامي عبر تغريدة على حسابه على تويتر لأول مرة في التاريخ طائرة تقلع لرحلة مباشرة من إسرائيل إلى الجزائر الطائرة التابعة لسلاح الجو البرازيلي فاب 2584 تحمل على متنها مسؤولين رفع المستوى وقد هبطت بمطار بنغوريون الدولي هذا الأسبوع ونشر الصحفيين صورا لمصاري الطائرة تظهر فيها وهي تغادر الأجواء التونسية وتدخل الأجواء الجزائرية في وقتنا لم تعلق الجهات الرسمية في الجزائر على هذا الموضوع ومن جانبها أوردت صحيفة غيوفا الإلكترونية أنه تبخرت فجأة الشعارات التورية للنظام العسكري الجزائري الذي يحكم بقبضة من حديد على الشعب الجزائري الشقيق حيث تسلم يوم التولة شحنة من لقاح كورونا عبارة عن هبة من دولة إسرائيل نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب